تشتهر مدينة المطرية بالدقاهلية بمهنة صناعة المراكب الخشبية رغم تعرض تلك المهنة للانقراض إلا أن هناك من صمم على الاستمرار في هذه المهنة ويبرع أهالي مدينة المطرية بالدقاهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشراعية في صناعة معددة وتعد من أحد مورثات التراث المصري القديم باحترافية كبيرة ومهارة عالية تشتهر مدينة المطرية بالدقاهلية بصناعة المراكب الخشبية فالموقع المتميز للمدينة دفع ما يزيد عن 90% من أهاليها إلى العمل في مهنة الصيد حيث تطل على بحيرة المنزلة مباشرة ويبرع أهالي مدينة المطرية بالدقاهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشراعية وفي صناعة تعد من أحد مورثات التراث المصري القديم أنا خط المهنة عن والدي نحن شغالين في المكان هنا من زمان قوي أنا تعريباً بشتغل من وعن 8 سنين اشتغلنا في مهنة الفايبر جلس أول ما ظهر طبعاً وفر على الناس حاجات كتيرة قوي المركب بدل ما كان بيتعامل من خشب ومعجون وبوية الوقت المركب بيتعامل من الفايبر جلس بدل ما يعيش سنة يعيش 10 سنين صناعة المركب بتاخد وقت كبير قوي بتاخد صنعة جمدة قوي أكتر الشغل فيها يدوي لازم 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 يدوي صناعة المركب الخشبية تتطلب مهارات من صانعيها من أجل الحفاظ على سبات المركب وسط المياه وأثناء عمليات الصيدة بنصنع المركب بأول حاجة بنعمل الترس بيأخذ معنا مثلاً حدود يوم والمحاف حتى بالك وبنصنع بقيت بنجيب العدان الأول وبعد كده الارداف فنبدأ بقيت نخلصها مرحلة مرحلة حتى بالك يعني العدان وبعد كده الارداف وبعد كده نحاول نخلصها فوق فبردوك يعني حدود بردوك بتاخد معنا بردوك أيوم أو اثنين فمرحلة مرحلة الثالثة ما تخش مثلاً الفايبر بنبدأ بقيت هو بقيت فيبر الشغل نروح نحن بقيت نشطة بنجهز لها البراويز بردوك بتاخد لها بردوك أيوم أو اثنين فتبدأ بقيت نخلصها خالص فبحث أنها تنزل تمشي في المياه وكده وديه آخر مرحلة المطرية مشهورة لأنها يعتبر المطرية ما شاء الله فيها أكثر نجارين اللي هم شغالين هنا فما شاء الله بيشتغلوا برا المطرية ما شاء الله كلها ناس كويسة بيشتغلوا وناس معلمين فهي دي المطرية مشهورة بالنجارة مراحل صناعة المركب تبدأ برسم مخطط تفصيلية يحدد التصميم والأبعاد ثم يتم تجمع المواد الخامة للبدء في تكوين الهيكل الداخلي للمركب مع تقسيمه لأجزاء وبعدها إعادة الهيكل الخارجي له وتغليفه صناعة مركب الصيد تستغرق من أسبوع لعدة أشهر وفقا لحجم المركب حيث تبدأ الأطوال من عشرين مترا وعرض خمسة أمتار وقد يصل طول المركب إلى أربعين مترا بعرض ستة أمتار ويستخدم في صناعة المراكب خشب أشجار التوت والكافور والسويد لمتانتها وقدرتها على تحمل مياه البحر المالحة ترجمة نانسي قنقر